بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله مع سلسلة السيرة النبوية الطاهرة حقيقة في دقيقة مع الحلقة الثالثة والسبعين بعد المئة مع غزوة حنين والطائف مع الجزء العاشر من بين الثلاثة عشر جزءة غزوة الطائف في الحقيقة هي امتداد لغزوة حنين لانفصال بينهما وذلك أن معظم فلول هوازين فروا من حنين وتحصلوا بالطائف وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرها واشد الحصار لكن لا توجد اي مؤشرات لفتح الطائف لقوة حصونها ثم ان رسول الله رأى رؤيا في منامه انه لم يؤذن له بفتح الطائف ثم اخبر الناس برؤياه صلى الله عليه وسلم ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل وترك الطائف فقال المسلمون أدعو الله عليهم وهنا تتجلى مكانة القائد المرب المرشد فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدث قيفا واتبهم هم طلبوا من رصاتنا أن يدعو عليهم ولكن رصاتنا دعا لهم فقال اللهم اهدث قيفا واتبهم والسلام عليكم